أعوذ الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هلا من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري له والحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوى أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عبد ترونها وألقى في الأرض رواسيها أن تميد بكم ومثت فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لكمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإن ما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله وني حميد ولقد آتينا لكمان الحكمة أن اشكر لله ولقد آتينا لكمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإن ما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله وني حميد وإن قال القمان لابنه وهو يعيره يا بني لا تشرك بالله إن الشرك له ظلم العظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهني وفصاله في عامين ووصينا الإنسان بوالديه حملك ووصينا الإنسان بوالديه حملك ووصينا الإنسان بوالديه حملك وفصاله في عامين وإن أشكر لي ولي ووالديك إلي المصير وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون ترجمة نانسي قنقر 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 ها إن تكن مفقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقن الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور يا بني أتم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور يا بنائك من الصلاة وامر بالمعوف وانهار المنكي واصبر على ما أصابك إن بارك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك وابضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سرى لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم ودهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأمى عبس وتولى أن جاءه الأمى ومن يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى عبس وتولى أن جاءه الأمى أما من استولى فأنت له تصدى وما عليك أن لا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى حتى لا يزكى أما من جاءه الأمى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أننا صببنا الماء صبا أننا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وقضبا وزيتونا ونخلا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا أمتاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصغة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل مرء منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة وجوه يومئذ عليها غبرة ترهكها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا الدمال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحاو سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا البحاو سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أذلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخمس الجوار الكمس والليل إذا أسع سر الصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم وإذا الجنة أذلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخمس الجوار الكمس والليل وإذا أسع سر الصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم في قوة العند في العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تنهبون إنه إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وما تشاء الله رب العالمين خدق الله العظيم